السلام عليكم سلة الأرحام واللقاء الأخير سيكون الأسبوع الثالث من هذا اللقاء اليوم أحبك أنها مراجعة سريعة لما مر معنا في موانع الزواج فقد تقرر أن الرجل إذا أراد أن ينكح أو أن يتزوج فالأصل في الأبضاع عند الحنابلة الدحريم أي أنه لا يجوز له أن يتزوج من أي فتاة عموما إلا ما أحله الله له بينما المذاهب أو المدارس الفقهية الثانية يقولون أن الأصل في الأبضاع الحلال إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى كالأمهات كما سيأتي معنا في هذا الباب وعليه يأتي الخلاف في مسألة الولي وهل المرأة لها أن تنكح نفسها أو لا يجب أن تنكح نفسها إلا بإذن وليها فبداية أيها الأحبة موانع الزواج إحدى أربعة إما سبب يمنع الزواج سبب من الأسباب وإما نسب وإما رضاع وإما مصاهرة إذا عندنا أربعة إما سبب سبب يمنع الزواج وإما نسب وإما رضاع وإما مصاهرة مر معنا أن السبب بداية ما يمنع النكاح يوجد سبب أولا أن تكون الزوجة مسلمة ومن يتقدم لها غير مسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابيا فهذا محرم لا يجوز للمسلمة أن ينكحها إلا مسلم ما الدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتهم فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات يعني إذا تيقلنا أن هذه مؤمنا مسلمة من أبوين مسلمين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تؤدي الأركان وإن كان هناك خلل في أو وقوع في المعاصي إلا أن الحكم العام بإسلامها فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم السبب الثاني أن يكون المسلم الزوج المسلم الخاطب يريد أن يتزوج من مشركة فهذا محرم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني يجوز فقط لأهل الكتاب من المحصنات أما المشركة لا يجوز أما المشركة فلا يجوز كذلك أن تكون المخطوبة متزوجة إذا كانت متزوجة لا يجوز الزواج بها أو التعب أو خطبتها حتى لا يجوز حطبتها بل أن هذا يعد من التخبيب فلو جاءت امرأة فقالت لمتزوجة ما رأيك أن تتطلق من زوجك هذا وابني موجود أو أخي موجود أو أناتي لك بأفضل منه هذا لا يجوز حتى وإن كانت أمها حتى وإن كانت من قبيل النصيحة هذا رزقها بل أنه جاء النهي واللعد لأن الله من ثبب امرأة على زوجها ومن نظر إلى فقه الأسرة يجد أن إبقاء العشرة وإبقاء الحياة الزوجية مقدم على الانفصال وعلى الطلاب رابعا أن تكون المخطوب باهنة من المخطوب بينونة كبرى كأن يكون هذا زيل طلق حفاف طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا فلو جاء بعد سنة أو ثلاثة أو عشرة وراد أن يتقدم لها لا يجوز له بها أو أن يتزوج بها حتى تنكح زوجا غيرا خامسا أن يكون أحد الزوجين محرما بحجنا وعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وسادسا ولعياذ بالله أن يكون أحد الزوجين زان أي واقع في الزنا مش مرة واحدة يعني ارتكبها لا إنما مستحليها يعني دائما يعني متمرسا لهذا الأمر لا يريد أن ينقطع عنه فإذا ما علم الخاطب أن المخطوبة ولا ياذ بالله تأتي في هذه الأمور فلا يجوز له شرعا حتى وإن حبها حتى وإن كانت مناسبة له يعني ومقتنعا بجمالها أو بنسبها أو بمالها فلا يجوز له شرعا أن يتزوجها وكذلك المرأة الزوجة المخطوبة إذا وجدت من خاطبها الوقوع في الزنا ولم يتب فلا يجوز لها أن تقبل خطبته أو الزواج به والدليل قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سابعا الملاعنة والمقصود بالملاعنة من اتحم زوجته بالزنا فطلب القاضي منه أن يأتي بأربعة شهود على وقوعها بالزنا فلم يستطع فإن القاضي ينتقل إلى إطامة الحد عليه بالجلد حتى القذف فإن قال أريد أن أنتقل إلى الملاعنة هذا يجوز له في حق الزوجية أما في الناس من سب إنسانا أو قذف إنسانا بواطع بالزنا فإنه يلتزم بوجوب الحد إلا أن يأتي بالشهود لكن في حال الزوجية رفع الله الحرج إذا أتى بأربعة أيمان أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا الذي تسمم لعنة ثم هي تحلف إما أن تقر تقول نعم أترف بالوقوع بالزنا أو تنكر تقول لا هو يكذب فالقاضي يلزمها بأربعة شهادات تشهدها أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إذا انتهت القاضي يفرق بينهما وتسمى هذه الملاعنة وتعتبر هذه الفرقة فرقة دائمة لا يجوز له أن يأتي ثم يخطبها أو أن تقبل به حتى وإن اتفقوا حتى وإن ندموا حتى وإن اعترفوا بخطأ وإن جاوق العصطات في حق واسعة الضن طالما أنهما قد فرق بينهما القاضي في الملاعنة فلا يجوز لهم الزواج كذلك أن يكون الزوج في إصمته أربعة نساء ولو واحدة في عدتها إذا لم تنتهي عدتها فإنه لا يجوز له أن يتقدم على خطرة الأخرى المانع الثاني أن تكون المخطوبة من المحرمات من النسب وهن طبعا الأمهات وإن علون لقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم هذه الآية تحفظ في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ子 وبنات الأخ تأتي تقسيمها الأمهات وإن علون البنات وإن نزل الأخوات الشقيقات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخ المانع الثالثا تكون المخطوبة من المحرمات من النساء بالرضاع وهن مثل المحرمات من النسب وهن مثل المحرمات من النسب وهناك خلاف بين الفقهاء في رضاع الكبير أو رضاع ما جاوز الحولين وكذلك مقدار الرضاع المحرم والذي تحقق أن خمس رضاعات مشبعات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وبالنسبة لرضاع الكبير هناك خلاف من فقه منذ الصحابة لا يشكك فيه ولا يطعن المحرمات من النساء بالرضاع نفس الذي في النسب فهن الأم من الرضاع وأمهاتها البنت من الرضاع والفروع الأخوات الشقيقات من الرضاع والعمات من الرضاع والصالات من الرضاع وبنات الأخي وبنات الأخت لكن هنا أحكام مستجدة في الرضاع ليست بموجودة في النسب منها أن التحريم بالرضاع فرع من التحريم بالنسب إلا أنه يستثنى أم الأخ فقد يكون أخوك لكنه ليس بشقيقك يعني من النسب ليس بشقيقك فتكون أمه محرمة لكن لأنها زوجة أبيك لكن في الرضاع يجوز لأنها قد تكون أجنبية أو غريبة وكذلك أم حفيلك هي حرام عليك في النسب لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وفي الرضاع قد تكون أجنبية يعني بنت أم حفيلك يعني من الرضاع أم حفيلك من الرضاع كذلك جدة ابنك وكذلك أخت ابنك وكذلك أم العام وهنا يجوز لمن ثبت بينهم القرابة من الرضاع النظر إليهن والخلوة بهن والمسافرة معهن وتقبل شهادتهم لما فيه مصلحة بخلاف النسب ثالثا لا يجب لمن ثبت بينهم قرابة من الرضاع لإنفاق عليهم كما مر معنا في أبواب الوجوب النفقة أنه يجب في النسب في حال النسب يجب لكن في حال الرضاع لا يجب وكذلك لا يدخلون في أحكام العاقلة أو الميراث إلا بالوصية ولا تحرم على الأب من أرضعت أبناء يعني الإبن ابن زيرين أمر فأمر أمه من الرضاع يجوز لأبيه أن يتزوجها وكذلك لا تحرم على الأب زوجة الإبن من الرضاع ولا تحرم على الإبن زوجة الأبي من الرضاع وهنا القاعدة المشهورة أن الرضاع يقتصر ولا ينتشر ومثال ذلك إذا كانت بنت اسمها شرق لديها ابن ويسمى ابن شرق وبنت وهي بنت شرق وأرضعت هذه الشرق بنت غرب فقط أرضعت بنتا هي بنت غرب ولم ترضع ابن غرب فإنه يجوز أن يتزوج ابن غرب من بنت شرق لأنه ليس بأخياء من الرضاع فهي أرضعت فقط ولا يجوز لابن شرق أن يتزوج من بنت غرب لأنها أمه من النسب وبالنسبة لبنت غرب أمها من الرضاع فالرضاع يقتصر ولا ينتشر كذلك يثبت الرضاع بشهادة واحد ويجب حفظ الرضاع وكتابته وإثباته والرضاع والأحبة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من تعظيم الأسرة فكما أن في كل الشرائع قد يكون الأم من النسب لها وقلها في الوجوب البر أو وجوب الإحسان فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت هذا اللبن أو هذا الحليب الذي يأتي من ثدي الأم سببا في الإحسان إليها وعدم إيجاد الحقوق وأنها تصبح بمكانة أمه في تحريم الزواج المانع الرابع المصاهرة وهو الذي يأتي بسبب قرابة الزواج الذي يأتي بسبب قرابة الزواج ليس بسبب قرابة النسب وإنما بسبب قرابة الزواج وهن أربع أم الزوجة وجداتها بنت الزوجة وبناتها إلا أنه يشترط فيه أن يدخل بأمه زوجة الإبن وزوجة الأب ثم نأتي إلى المحرمات تحريما مؤقتا الجمع بين المرأة وأختها فإذا قدر الله بأنه طلق أو انتهى عقده الأولى بموت بطلاق بفسخ نكاح فيجوز له أن يتقدم لأختها وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا من شرائع سماحة الدين أنه لا يريد قطيعة الأرحام ودفسات بين الأنفس لما قد يكون من جانب الغيرة أو من جانب المقارنة في ولاية النكاح إذا منتهينا أيها الأحبة من الموانع الأربعة ننتقل إلى ولاية النكاح والولاية المقصود بها الولاية السلطة التشريعية وليست العامة اللغة العامية فلان ولي فلان أو واسطته أو كبيره أو أكبرهم من الأبناء لا المقصود بها هنا في دراستنا الفقهية هي السلطة التي جعلها الله شرعية إما على النفس أو على المال الولاية إما على النفس أو على المال ومر معنا في ثق المعاملات المقصود بالولاية المالية أن يأتي مثلا الأخ أو القاضي فيثبت له سفاحة أو عدم رشد الشخص فيصدر في حقه الصك أنه لا يجيز تصرفاته إلا بإذن عمه أو أخيه أو القاضي أو إنسان في عائلته فهذه ولاية أو سلطة تشريعية على المال في درسنا في فقه الأسرة ولاية شرعية السلطة تكون فيها على النفس في التزويج في الزواج فيترتب عليها نفاذ التصرف هي القبول قبول البنت أو رفضها القبول الشاب ورفضه والولاية القاصرة هي ولاية الشخص على نفسه من حيث إصدار تصرفات معينة وقدرته على تنفيذها وأما الولاية المتعدية هي ولاية الشخص على غيره أنا عندي ولاية قاصر على نفسي وهناك قد تكون ولاية متعدية يثبتها القاضي لي بأن يكون مسؤول مثلا على أبناء أخي أبناء أختي أبناء فلان من الجيران أو من العائلة وذلك لما يراه القاضي مثلا من أمانتي من خوفي من الله من ولاية من قرب بهم من الإحسان إليهم من محبة الخير له والولاية تثبت للأقرب فالأقرب من العصبات أي هم أقارب الرجل من الرجال وقد تكون مباشرة أو متوسطة فالمباشرة هي القرابة التي تسمى العصب بالنفس وهم أقرباء الميت الذكور مهما علوا أو نزلوا ولا تتوسط بينهما أنثى كقرابة الإبن الأب مع أبناء أو قرابة الآباء كالأبناء مع أبائهم القرابة الثانية المتوسطة وهي التي تتوسطها بقرابة بوسطة قرابة أخرى وقد تكون كلها من الذكور وقد تكون كلها من الإناث وقد تكون ذكور مئناث فالقرابة من الذكور فقط مثل الأخ لأب فقرابة ألف من عين أن أخوه أخو ألف من أبيه من أبي عين وكذلك العم الشقيق لأن نسبه الأب ثم أخ الأب فكلهم ذكور السلسلة ذكور أما القرابة من الإناث مثل الأخ لأم أمه وهذه يعني قرابته بوسطة أمه أو الخال فالقرابة بسبب الأم أو ابن البنت أما قرابة من الرجال والنساء مثل الأخ الشقيق فهو قريب من الأب والأم وكذلك العم الشقيق ما حكم وجود الولي في عقد النكاح واجبة طبعا هناك مدارس فقهية لا يرون وجوبها لأدلة قد تكون يعني ليست بتلك بذلك القوة في مقارنة أو في جمع الأدلة كلها سواء من الكتاب أو السنة الكتاب ما جاء في القرآن والسنة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده أمثلتها أولا دل على ذلك كثيرة عرضت في وقت الدرس منها عن ابن أبي عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي ولاحظ أبو موسى الأشعري من قضاة الصحابة وكذلك عن عيشة رضي الله عنها وهي من فقهاء الصحابة أي ممرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وعن عروة ابن زبير رضي الله عنهما أن عيشة زوج النبي عسلام أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها يدفع مهرها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لمرأته أنواع الولاية إما ولاية ملك أو ولاية قرابة أو وصية أو عامة وهي للسلطان ومن وضعهم أو العدل من المسلمين وهذه التي نركز عليها العدل من المسلمين عندما تنتفي الولاية لا يوجد للفتاة هذه القرابة فإنها تنتقل لأحد المسلمين من كان عدلا طيب هل يجوز لها أن تملك لنفسها الصحيح والعلم عند الله أنه لا يجوز طالما أنه يوجد رجل يكون إمام مسجد كوظيفة يكون مؤذن يكون من حافظة كتاب الله من قرابتها من جامعتها من أهل بلدتها من أهل لغتها يتقدم باختيار ما فيه مصلحة وذلك لما يرى فيه مصلحة في كتابة العقد لأن الهدف من وجود الولي أن يحفظ حقوق موليته بأن يقيم الشروط بأن يرى أن الرجل هذا مناسب وغير مناسب بأن لا يخدش حيائها في مسألة هل قبلت الزواج به أم لم تقبلي ويكون لها مقام مقام مرفوع ومعلوم أن عقد الزواج يعني من العقود القوية في الشريعة الإسلامية لأنه حل الشيعة كانت محرمة بل وأوجب حقوقا في النسب في الميراث في أن لا تخرج إلا بإذن أنه لا يجوز له أن يتعدى علي أن كلاهما قد يكون سببا لدخول الجنة في طاعة وتقرب لله سبحانه وتعالى فترتيب الأولوية هنا من جهة الأبوة هذه تحفظ طبعا المدارس الثقية تختلف فقد تجد في بعض المدارس لا يرتبون بهذه الترتيب لكن ما رتب في هذا المنهج هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه فيما قالوا أن النسب هو المقدم فترتيب النسب هو المقدم أيضا في ترتيب الأولوية في الولاية فجهة الأبوة وهم الوصول سواء كان الأب أو الجد وإن علوه ثم جهة البنوة من الأبناء وفروعهم ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة ثم الأقرب عصبة على ترتيب الإرث ثم بعد ذلك القاضي والقاضي يكون حتى بوجود الولي في حال العضل والمقصود بالعضل أن يأتي المكافي لهذه الفتاة جينا ونسبا وخلقا وسنا وعملا وأنه لا يعاب عليه بشيء لما يتقدم مثلا للخطبة يرفضه الأب أو يرفضه الإبن أو يرفضه الأخ فيسمى هنا عضل ويتكرر هذا العضل مرة ومرتين أو ثلاثة فنعرف أن هذا الرجل أو الزوج يعني لا يريد أن يزوج ابنته لأي سبب سواء كان السبب يعني أنه لا يراه مناسبا أنه يخشى عليها أن تسافر أو أنه يخشى أن يذهب مالوة إن كانت موظفة أو كان لها ميراث فيجوز لها أن تنتقل إلى القاضي وتكون هنا قضية تسمى قضية العضل فإذا ثبت ذلك إلى القاضي فيأتي بالشاب فإذا وجده مناسبا يأتي بالولي ويلزم بعقد النكاح فإن رفض فإن القاضي يجوز له في هذه الحالة أن يكون هو نائبا عن وليها كما مر معنا في الطلاق فإن أبى الرجل أن يطلق زوجته فإن القاضي يطلق أو يفسق النكاح ثم العدل من المسلمين ليس في جانب القضاء وهذا عادة يعني في البلاد التي يكون فيها أقليات إسلامية بحيث أن الفتاة قد تكون بلا أو دخلت في الإسلام جديدا فليس لا أحد ولا تعرف أحد من وصولها أو فروعها وحواشها فيجوز لها أن تستعين بمسلم حتى يزوجها فيحفظ لها حقوقها ويكون لها يعني مدافعا حاميا في أحكام الولاية كل وكيل من الأولياء يقوم مقام غيره وإن كان حاضرا فلو حضر فلو حضر في نفس المجلس الأب والابن والأخ فإن الأب بوجوده يعني هو الذي يكون مسؤول إذا تعدد الأولياء يقدم الأب من جهة الهبوة ثم البنوة على الترتيب السابق وإذا تعدد الأولياء وكانوا من جهة واحدة يعني مثلا أخوة الآن إخوة أخ شقيق يقدم على الأخ لأب فإن الترتيح بينهم يكون بحسب الدرجة فالأب يقدم على الجد وكلاهما من جهة واحدة وليه الهبوة الأخ الشقيق يقدم على جهة الأب طيب هل يقدم الأخ الأكبر على الأصغر لا ليس العلاقة هنا بالكبر والصور بل بالعكس إذا وافق أحد إخوة على تزويج أخته مع رفض الإخوة الثانين فشرعا يجوز هذا العقد كذلك إذا لم يوجد الأولياء من العصر إنا تنتقل الولاياء إلى أحد ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين ينتسبون إلى البنت إلى المخطوبة عن طريق قرابة النساء كابن الأخت أو الخال أو ابن الأخت وإذا لم يوجد من الأولياء من ذوي الأرحام فتنتقل الولاياء إلى ولي الأمر أو من يحل محله من القضاء أو الأمارات أو الصراطين أو الوزارات فإن لم يجد قاضي كمناطق القليات المسلمة فمن تأمنه من الرجال الصالحين وذلك تجد توثيق العقد وحفظ حقوقها كذلك يجوز للولي إجبار المخطوبة البكر التي لم تتزوج وهذا كما مر بالنص أن الأب قد يعرف مصلحة ابنته ومن محبته أنه لن يظلم فقد يخشى عليها يكون كبيرا في السن وهي ما زالت صغيرة فإنه قد يقدم مصلحتها إذا أتى أحد يعني يرتبها فهي لا تريد الزواج فهو قد يضع شرط أو شيء عنه آن الخطبة والملكة ولكن الزواج أو الدخول يكون بعد السنة لأنه قد يخاف على نفسه بالمرض يعني قد يعلم من نفسه أنه فيه علة أو فيه ضعف أو عيز فقد يرى المصلحة لابنته فيجوز هنا جوز الشارع أنه يجبرها للنكاح للنكاح لما فيه مصلحة إذا كانت البنت ثيبا أي قد تزوجت وتعرف الزواج وتعرف ما يكون بين الرجل وبين المرأة ورفضت هنا لا يجوز له أن يجبرها وذلك لأنها تعرف ماذا تريد يعني جربت ماذا تريد من الرجال سواء من عطاء أو مال أو سعة خاطر أو سماع كلام أو طاعة فالنساء يختلفن في مطالبهن فقد لا توفق مع الأول لا تريد أن تكرر تجربتها فإنها تنتقي ويكون لديها من الشروط أو الطلبات قد يكون الأب لا يفهم أو لا يدرك هذه المطالب فالشريعة هنا جعلت أمرها يعني بموافقة هي بدون إجبار بدون إجبار لما فيه من مصلحتها كذلك لا يجوز للمرأة أن تتولى عقدها مباشرة كما مر معنا أنها لا تتولى هي بنفسها فتقول زوجت نفسي وهذه مخالف في بعض المدارس الكقهية على ما تذكر الأحناف ومن تبيعهم أنهم يجوزون للمرأة أن تجوز نفسها بالذات إن كانت ثيبا والصحيح والعلم عند الله أنه لا يجوز وذلك لما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم ولما فهموا أن المرأة والنصوص التي جاءت على من جوبي الولي إذا كانت المخطوبة كتابية فيجوز أن يكون وليها كتابي إذا كانت المخطوبة كتابية فيجوز أن يكون وليها كتابي يعني ما نهمش دور الأقر ما نهمش دور الأقر حتى وإن كان من أهل الكتاب فيكون موافقان قد تكون هناك بعض الأحكام الشرعية يعني تنتفي مع وجود الولي لغير المسلمين لكن الحقوق البنت طالما أن الشاب المسلم رضي بهذه الفتاة الغير مسلمة التي من أهل الكتاب فإن لها حقوق عليه منه أن لا يجبر على الإسلام ومنها أن لا يمنعها من يقامة شرائع دينها حتى وإن طلبت منه أن ينقل هذه الكنيسة أو يأتي إليها أو يساعدها فإنه يلتزم أو يعني من باب الإحسان ليس من باب الوجوب والالتزام لكنه من باب الإحسان هذا الولي إذا اتفقنا بوجود الولي فالولي له شروط أولا أن يكون كامل الأهلية كامل الأهلية أهلية الأداء يعني ليس سفيها كبيرا بالغا آقلا راشدا كذلك نافذ التصرفات في حق نفسه لأن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا كان لا يستطيع أن يقوم بنفسه فكيف يقوم على الآخرين وكذلك أن يكون مسلما بالغا هاقلا رشيدا هدلا بأن يبتعد ما المقصود بكلمة عدل هو الذي يبتعد عن ما فيه سمعة سيئة ولا يقدح في شرفه ولا يثبت أنه يؤدي فرائض الله فيكتنب الكبائر ويقيم الصلاة في وقتها ولا يكثر دائما دائما من صغير الذنوب فإنه يعني يجوز له أن يتولى عقد نكاح مولية هنا يأتي السؤال قدر الله أن أبوها أبو الفتاة ليس بمتدين يعني شاربا للخامر قاطعا للرحم من أهل الكبائر هل نسقط ولايته لا لكن نلزمه بأن يزوجها بمن فيه مكافئا لها فلا يأتي لإنسان كبير في السن فيزوجه بنتا صغيرة أو يأتي لابنة متعلمة حافظة للقرآن موظفة مثلا فيأتي إلى شخص قد يؤذيها لقلة تدبيره لعاقة لسوء خلقه فإنه في هذه الحالة لا يقبل قوله ومن هنا بعد دراسة الولي نفهم أن الولي جاء لمصلاحة الفتاة وليس لتعقيد الأمور أو لأنه يكره الفتاة بالعكس الأب أو الولي إذا علم من ابنته تعلقا بهذا الرجل وذلك بسبب مثلا موصيبه خلقه دينه جماله أسلوب حياته فمن الأولى إذا لم يجد موانع أن يسعى إلى زواجها ومساعدته بدون وضع الحوائق أو المشاكل بزيادة المهر مثلا فزيادة الشروط والتعقيدات إذا تم العقد قدر الله تم العقد وجاء أحد يسألك يا طالب العلم فيقول لك يعني أنا تزوجت ما كنت أعرف أو كنت أعرف عصيت الله والآن بيننا أبناء أو مضى على زواجنا سنوات ماذا أعمل فهنا الفتوى أنك تقود إرجع إلى القضاء لأن القاضي قد ينظر ما السبب هل أنت كف لست بكف هل نأتي بعادة الولي أم لا فترجع إلى القاضي على ما يراه مناسبا لكن لا تفتح الأبواب على المصراعية فنقول خلاص إذا مضى العقد إذن يعني يجوز إمضاؤه وعدم الاستهناف فيه هذا ما تيسر إعداده أسأل الله لكم التوفيق والسداد هذا وصل الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم